سقط قتلى وجرحا من ميليشيات الحوثي الانقلابية في غارات لطيران التحالف العربي بمحافظة البيضاء وقالت المصادر الميدانية أن مقاتلات تحالف دعم شرعية في اليمن شنت غارة جوية استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي في مدرية الملاجم شرقية المحافظة وفادت المصادر أن الغارة طالت عربة نقل لعدد من عناصر الميليشيات من منطقة ظهر البياض كانت في طريقها إلى جبهة الملاجم أسفرت عن مصرع من على متنها من المتمردين